مفهوم التوزيع يعرف التوزيع بأنه عملية إيصال المنتجات إلى المستهلك النهائي أو المشتري الصناعي وذلك عن طريق مجموعات الأفراد والمؤسسات الوسطاء، تجار الجملة والتجزئة التي يتم عن طريقها خلق المنافع الزمانية والمكانية للسلع ويعرف أيضاً على أنه يشمل جميع العمليات التي تسمح بالمنتج للخروج من مكان الإنتاج ووضعه تحت تصرف المستهلك أو المشتري الصناعي